وعيز اقول لحضراتكم انه بيحصل الان على الارض داخل جماعة الاخوان الارهابية شيء احقر ما يكون ليه احقر ما يكون انتوا عارفين انه في مجموعة من الشباب اللي طلع من مصر بعد 30 يونيو شباب اخوان وغير اخوان طلعوا ومشوا وراء القيادات بتوع الجماعة اللي حصل في مصر ده انقلاب اللي حصل في مصر ده ضد الشرعية اللي حصل في مصر طيب تعالوا احنا هنجاهد عشان نسقط النظام في مصر وعشان نعود مرة اخرى فطلع الشباب وراء القيادات سنة في التانية في التالتة في الرابعة في الخامسة في الستة بلنا ست سنين اهو اللي بيحصل ايه انه مصر دولة بتنهض بتنمو المشروعات الاقتصادية فيها مشي الحال الارهاب نتعامل معاه دولة طبيعية جدا رغم المشاكل هم بقى بيحصل هناك ايه وصل الامر الى انه القيادات اللي خدعوهم دول بدأوا يصرفوا فلوس تبرعات على نفسهم يسرقوها يعني وبدأوا يقمعوا اي شاب من الشباب دول لو قال كلمة معارضة نتكلم على مين نتكلم على اولادهم نتكلم على اعضاء الجماعة الارهابية اللي مشوا الشباب بعضهم كان مخدوع بعضهم كان مسدق بعضهم صاحب هدف بس يمشوا بعد ما طلعت فضيحة سرقة اموال التبرعات وتحديدا ما بين محمود حسين وابراهيم منير بدأ الشباب كتير يقول لك الله احنا مش لقين ناكل يعني احنا سبنا مصر ومش لقين ناكل لما اعترضوا وبدأوا يكتبوا الان هناك اجراءات من قيادات جماعة الاخوان الارهابية في تركيا بطرد وخلي بالكم اللي انا هقول بطرد الشباب اللي سابوا مصر وطلعوا بعد 30 يونيو بطردوهم من وظائفهم ومن مساكنهم لو اي حد فيكو هيقول كلمة المعارضة ضد الجماعة واخد بالك يطردوا من وظيفته ويطردوا من البيت اللي هو كان موفره له لدرجة وما بيفرقوش يعني فيه ابن قيادي اخواني قال كلمتين وصل بيه الحال الى انه بيبيع شرابات وفنلات قدام المولاد في تركيا اسطنبول هنا ايه انا بقولك بس على هذه الجماعة اللي الناس في لحظة يعني كانوا مصدقينهم او فيه بعض الناس الوقت يتعاطفوا معاهم او فيه بعض الناس اللي شايفين انهم ممكن يكونوا على حق حتى هذه اللحظة انت قدام جماعة خدت الولاد دول وقود للحرب والان انا بقول توقف عند هذا الحدث تخيلوا مدى الاجرام ومدى الحقارة اللي بتتعامل بها قيدات الجماعة الارهابية هناك في اسطنبول بيطردوا الولاد اي حد يتكلم يطردوه من وظيفته ويطردوه من المسكن بتاعه سنة توقفت قدام حاجة يعني على سبيل المثال الاعلام ده بتاع الاخوان اللي هو قاعد ينتقد مصر ويتكلم وا 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 الى اخره اي حاجة صغيرة كده تلاقي الوادي اللي هو عامل نفسه فيلسوف محمد ناصر ده وهو اخره اخره يقعد يعني فيه يعني عارفين شكل البنات الريكلام كده يعني اخره يعني بنت الريكلام كده في كباريه وتلاقي معتز مطر قاعد منتفخ الاوداج وتلاقي الوادي شام عبد الله قاعد يعيط كل يوم وتلاقي الوادي الاسم محمد سمير ده طول الوقت قاعدين يتكلموا عن اضال يا جماعة على بعد امطار منكم في اسطنبول شباب من الجماعة اللي انتو رحين تدفعوا عنها بيتطردوا من وظائفهم وبيتطردوا من مساكنهم بيتطردوا في الشارع وانتو قمة قمة النفاق والتطبيل للجماعة الارهابية لانه انتو في النهاية اكل عيشكم منه فشفت والله ارحمه احمد زاكي قال لك يعني شفت وساخة اكتر من كده لا مشوفناش مشوفناش اللي هو انت اعلام طول طول اليوم طول اليوم قاعدين تشغالين على مصر وينتقد وهو الى اخره وسايب على بعد امطار منه ناس بتضيع وما حدش بالكالب يعني الوقت الصائع اسمه احمد سمير ده بتاع ما تعمل برنامج احمد اسمه يعني الو اسطنبول عامل برنامج اسمه الو مكملين يجيب الناس مصري الناس تتكلموه الحمد لله الناس بتدخل تديله على افاه وهو بارد جدا ما تعمل اعمل كده مرة تلقى مكالمات من الشباب دول يقولوا لك ان الاخوان سرقوهم وشردوهم وطردوهم ما تعملوا ده فانت قدام حالة من النفاق الشديد جدا وحالة من الهزال الشديد جدا عند هؤلاء اشباه الناس اللي في سبيل المصلحة يعمل اي حاجة في سبيل الفلوس فلوسه تبقى متأمنة فيعمل اي حاجة حقيقة هنا انا ما بتعطفش مع الشباب لانه الشباب ده خرج في لحظة معانا وكان بيشتغل ضد بلده بس انا بقولك الجناح التاني الخصم شكله عامل ازاي؟ ترجمة نانسي قنقر